السلام عليكم. اليوم احبت نجاوب ونرجع لبعض التعليقات اللي جاتني فيما يخص المشكلة الماء في الجزائر. ونوضح بعض النقاط ونكمل كذلك الشي اللي ما قلتوش في موضوع حل مشكلة المياه في الجزائر. اولين المصادر نتعلمها كائن ثلاث مصادر. المصدر الاول هو المياه الجوفية. والمثال على ذلك هو الاناب الموجودة الاناب الف بين موجودة في السحراء. المصدر الثاني هو المياه السطحية. والمياه السطحية فهذه تأتي من الامطار. تمشي في الاودية تهبط من الجبال. ثم تمشي في الاودية ثم تصب في السدود. هذا الى سقطت كما نقوله احنا اونامو دي باراج قبل السدود. تروح للسدود. اما الى سقطت بعد الباراج. فهي تروح بتجاه البحر. تهبط في الارض. الجزء يهبط للارض. الجزء يتبخر. ويكون في ما يسمى العناب فرياتيك. هذه العناب فرياتيك موجودة في الشامل على غمق اه تمانين الى مياه وعشرين او مياه وخمسين متر. هذه سموها العناب فرياتيك وهي يعني اه جيوب سطحية تتكون من اياء من من مياه تتغذى بالمياه على الامطار. هذا المصدر الثاني. العمر السدود. المصدر الثالث هو اه المياه لجيم البحر. بالتحليات على المياه. اذا هذه هي ثلث مصادر. مياه جوفية. مياه من الامطار. ومياه من البحر. بواسطة التحلية. بكاش مصادر اخرى. والحلول ما كانش حلول اه احادية اه احادية الامط. الحلول هي تكون على حسب شرطين. هي التي تتمدلنا الحل. الشرط الاول هو اه موقع المصدر. والشرط الثاني هو موقع الهدف من التحلية. يعني المدينة اللي يروح لها الماء او المنطقة اللي يروح لها الماء. اذا هاد الشرطين هاد الموقعين. موقع الاستغلال لها الماء. المدينة اللي المستهدافة. هاد الشرطين هما اللي يحدوا طبيعة الحل. اللي نقدروا نبدوها لأي المشكلة لها الماء. مثالا المصدر يقدر يكون البحر يقدر يكون الانطق البيان في السحراء ويقدر يكون السودود. والموقع يقدر يكون مدن الغرب مدن الشرق مدن الهضاب العليا ومدن مدن السحراء. اذا لكل موقع. عنده الحل اللي تكاليف الريزو تكون اقل. اذا يعني باش نزيد نحسن في الحل هذا ونعطي حلول مختلفة على حسب المواقع. مثال نقدره في المدن الساحلية او في الولايات الساحلية. بما ان الولايات الساحلية هي الاكثر اه عندها الاكثر نسبة عن. بعد السكان. الاو قريبة على البحر. اذا الحل يتحلية مياه البحر على المدن المدن الساحلية. من الشرق الى الغرب تكون فيها مواقع انته تحلية مياه البحر. وكذلك لانها بعيدة على الموقع النب البياني جاي في السحراء كان بعض ثوابت بعض المعلومات مهمة جدا هي تعطينا نوعية الحل ثابت الأول هو أن في الهضاب العليا لا يوجد سدود غير ممكن بناء سدود في الهضاب العليا هذا ثابت أول تقدر تكون خزانات وتمولها عن طريق المضاخات تجي من كما عندنا مثل في سد بني هارون أو سد كودية السردون أو سد كودية السردون هاد السدين يمدوا الماء للخزانات في ولاية سطيف يحب أن ولاية سطيف هي الأكثر استيوعية من السكان هي الأبليب يعني فيها الأكبر كثفة سكانية ما تقدرش تدير فيها السد ثمة لأن الأرضية الأرضية على الهضاب العليا عالية يعني ما لا يتحجرش ثمة ما يتلايمش كاشا إذن إيجي بوسيطة قنوات وتكون محطة للضخ باش ينما يرتافع على مستوى الهضاب ويتفرق في خزانات على مستوى ولا يتستيف هذا الحل هذا السدود ما تكفيش السدود الحالية لا تكفي لضخ الماء في الولايات في الولايات الهضاب ولتغذية التمويل للمدن الساحلية إذن الحل يكمن في المياه في المدن الساحلية لازم نزيد في كل مدينة ندير محطات لتحلي المياه البحر وتكون بالمواصفات والمقاييس والمعايير الدولية كمية معينة تعلمة على حسب الاستهلاك الفردي يعني لتكون متوازية مع نسبة الكثفة السكانية في المدينة المعينة والمنطقة المعينة إذن هذا هو الحل الأول الحل الأول يكمن في استعمال المحطات تحت حلية المياه على مستوى المدن الساحلية فيما يخص المدن تعلهيضاب العليا والصحراوية نستعمل نضخ المياه من المياه الجوفية نتعلنها بألبيان استعمال المياه الجوفية تعلنب ألبيان هي اللي رح تمول المدن تعلهيضاب العليا والمدن تعلصحراء وكذلك المياه تعلنب ألبيان باش تستعمل الريزو تعلنب ألبيان تعلب البراجات تعلصدود الموجودة في الشامل ممكن المياه تعلنب ألبيان تغذي السدود الموجودة حاليا تعلنب ألبيان يعني المياه ليس لنب ألبيان ويتفرغ في السدود الموجودة في الشامل وهذه مليح 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 بزاف لأنه المياه هذه رح تستعمل القنوات الموجودة حاليا في الشامل في الولايات مليح تستعمل القنوات المدن الداخلية على شريط الشمالي ليس المدن الساحلية المدن الساحلية قلنا مدن الساحلية تستعمل مياه البحر تحلية مياه البحر إذن هذا هو حل تمليح يعني الماء يجي من الصحراء يفرغ مباشرة في السدود في ثلاثة أو أربعة سدود ليس كل السدود في بعض السدود تفرغ مباشرة في السدود ومبعد الماء هذا يستعمل القنوات الموجودة حاليا في الريزون تاعة السدود تاعة الشامل اللي رح يتغذيها حاليا المدن تاعة الشريط الساحلية أما بالنسبة للصحراوية هذا بدون ما نأكدوه المدن هي الأولى اللي رح تستفاد من الاستعمال التعلمية لتاعة العنوب يعني نبدأ تموين المدن السحراوية وهذا الأمر الطبيعي نحاول أن بيحاولهم قرب المسافة للخزانة هذا ونزيد نأكد بأن العنوب العنوب هذه تعاود تتغذى وتتعمر لأن لاش كيف تتعمر لأن نرى لو ن نفحص الموضوع ننقبل كل الأمطار كل الأمطار اللي تسقط في السحرا أين تذهب؟ المطار اللي تسقط في الشمال قلناها تذهب للبحر أو تعمل السدود أو تذهب للبحر يعني بطريق القانوات على المدن أو لانا فرياتيك لانا فرياتيك كي يتم تحرك لانا فرياتيك تتحرك باتجاه البحر ما هدروا على السحرا الأمطار الأمطار اللي تسقط في السحرا أين تذهب؟ المطار ستذهب بالتوittens لانا فرياتيك أين تتلائم في الجهة الشرقية؟ تتلائم في الجهة الشرقية لانا فرياتيك أين تتلائم في الجهة الشرقية؟ لانا كاينها الأرضية في السطح كي يتم تلكっ أرضية منخفضة في هذا ما نسمى باس ان فيرسون. ان باس ان فيرسون هو ارض من خافضة تلايم المياه من هذا الاتجاه. كل المياه تاعة الامطار كل ما تسقط في المنطقة هذيك تتاجه نحو لتير اه باس. باش مبعد تنتم فيلترا ذلك لانافرياتيك. اذا لانافرياتيك تتغدى بالمياه الامطار لي تسقط في السحراء. وكان ثانيك اه اه امر اخر. لان الارضية في السحراء هي ريمال. ارضية صخرية وارضية ما فيهاش الارجيل. ماشي ارجيلوز. في السحراء مش ارجيلوز. كانت تكون ايطنش. كانت تمنع الماماش تتواغل الجو في الارض. الارضية في السحراء هي ارضية صخرية وفي كين طبقات على الرمال. اذا الامطار كل ما تنزل كي تنزل تتوغل في الغمق على الارض. لان ما يمشي ما بين السخور. ما يمشي ما بين السخور ويمشي ما بين الرمال. اذا الماء يتحجر يتلايم في الانافرياتيك كل هديك الامطار اللي تسقط في السحراء ما عندها وين تروح. وثم ثم تهبط. غير المياه تاع الامطار في السحراء كي تهبط. ثم ثم الارض تشربها. يعني الوقت انت على الشمس باش تتبخر ما يكونش وقت كبير ما تتبخرش. ما عندهش وقت بتتبخر الامطار في السحراء. ما تتبخرش. غير تنزل تهبط. تتوغل في الرمال ثم تهبط للانافرياتيك. اذا التغذية بالامطار 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 متواصلة. متواصلة. لأننا نتصور بكين امطار كثيرة خاصة في الجنوب الشرقي في الجهة الشرقية. انت على السحراء. فيها امطار كثيرة. وين تروح المياه هذه. في الشامل على برناب اللي تروح للبحر. وتروح تملأ السودود. وتم وين تروح الامطار. اذا لاناف البيان نصحح بعض المجاة في بعض التعاليق قابلة لتجديد لاناف البيان. وزيد باللي لاناف البيان هي ثاني اكبر خزان للمياه العذبة في العالم. ثاني اكبر خزان للمياه العذبة في العالم. والارقام لا تنفع. حتى ونقول لكم خمسين مليون مليار متر مكعاب سبعة وسبعين مليار. لا معنى لها. لان ما عندناش الرفيرانس باش نقال باش نقوله بزاف ولا ماشي بزاف. الشي اللي نعرفه ونأكدوه هو ان الكمية انتع المياه في الناب البيان تكفي لانها دوريست بوطيسة صور تع الساتيليت ووقيست بكاين وسائل باش الان متطورة باش نعرفه وكمية انتع المخزون انتع المياه تحت الارض. الكمية هذه تكفي لمئات المئات انتع السنين. اذا لا داعي لبعض التعليقات. الان نزيد نروح للموضوع واحد اخر وهو موضوع استعمال طرق علمية مبديعة في تحليط المياه او في استغلال المياه. وهذه الطرق يعني كلها يعني درست القضية يعني شفت بعض الطرق وبعض التجارب في الدول الاخرى. هاي الطرق كلها غير مجدية في اه ما يخص المشكلة المطرح عنينا في الجزائر. هاد اه هاد يعني هاد الحلول اه العلمية هذي قد اه قد تكون ناجعة في اه لوكالمون في مناطق معينة في المناطق المعزولة. ممكن استعمال اه مثلا الطاقة الشمسية في تحليط المياه على نطاق اه معين اه في مناطق يعني كما قلت اه معزولة او اه كذلك فيه طرق اخرى يعني للكابتاج انتع المياه انتع السحب استعمال اه بعض الطرق في جلب السحب اللي اه يعني بول كابتاج انتع الماء وهذه كلها اه طرق هذه غير اه يعني لا تسمح بانتاج الماء بكميات كبيرة كبيرة. فاذن اه الحل اه لا يعني في الوقت الراهن في المستوى انتع العلم حاليا لا يسمح اه بي اه باعطاء هلول اه اه جذرية لي اه اه لتوفير الماء والاستغلال المياه. اترككم اه في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. العالمmud وحفظه